أكدت إدارة شبيبة الصورة بأنها تتجه لإلغاء مشروعها بإنجاز أكاديمية لكرة القدم في ولاية بشار وهذا بسبب العلاقيل التي تواجهها وعبرت إدارة شبيبة الصورة على موقعها الرسمي بعد تهنئتها لإدارة مولودية الجزائر بانطلاق أشغال المركز الجديد عبرت عن استيائها من عدم انطلاق المشروع لحد الآن مطالبة السلطات المحلية لولاية بشار بالتحرك ومساعدة الفريق